اهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة من خمسة لستة لتر من صابون فيري الشركات الاصلي المركز بدون تايلوز وبدون ملح. ليه اخترت فيري تحديدا? لان صابون فيري كلنا عارفين ان هو اقصر لزوجة وقوام من الانواع التانية وجودة طبعا. طيب ليه بدون تايلوز? لان انا الفيديو اللي فات اللي عملت فيه صابون الشركات الاصلي قلت ان اغلى حاجة في الصابون بتكون التايلوز والرائحة الزيتية. هنعملوا النهاردة بدون تايلوز هنستغنى عنه او هنستبدله بمكون تاني يمكن لاول مرة بنستخدمه انا ما باستخدمهش كتير ولكن هنستبدله بالتايلوز نظرا لارتفاع سعره الكيلو الواحد وصل لربعمية وستين جنيه. فاحنا هنستغنى عنه في صابون بتاعنا النهاردة وكمان مش هنستخدم ملح بالرغبة من ان حضراتكم عارفين ان الملح هو اللي بيدي لزوجة وقوام وشفافية ولكن احنا النهاردة وانا هنستخدم تايلوز وانا هنستخدم ملح. اثناء الفيديو هقول لكم على الاسعار التقريبية بتاعة الخامات. ليه? التقريبية طبعا لان الاسعار متغيرة. ليه? هقول عشان لما حضرتك تقرني السعر بتاع الصابون ده تقرنيه بصابون فيري او فيه زي ما قلت لكم. مش تقرنيه بالصابون اللي بنجيبه من عند محلات المنظفات بخمسة جنيه وبسبعة جنيه. آآ الليتر الواحد زي ما قلت لكم بيتفك في اتنين لتر ونص ماية او بيتخفف باتنين لتر ونص ماية. فاذا آآ انتي النهاردة معاكي اتناشر او تلاتاشر لتر من الصابون السائل. لو اول مرة بتشوفوني معاكو اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. اول مكون معنا هيكون التكسابون واحتاج منه متين وستين جرومل. تكسابون مادة اساسية في صناعة المنظفات. بقدر اتعمد عليها بشكل كامل في تشكيل الرغوة. سعر كيلو التكسابون ميت جنيه وهو بيكون جل بالشكل اللي انتو شايفينه وما بيدوبش بسهولة خالص في المية. يا اما بنفكه بملح وانا بفضلش الطريقة دي لانه بيفقد جزء من قيمته يا اما بحطه في مية سخنة وبركينه مسلا نص ساعة او ساعة ورايحة جاية يقلب فيه. لكن الصح الصح بتاعه ان حضرتك تركيني من بالليل يعني تحطيه في المية وتركينيه من بالليل وهتسح الصبح تلاقيه داب بشكل كامل. فانا نزلت بليتر كامل من المية المغلية على الميتين وستين جروم اللي تكسبون وكنت رايحة جاية بقلب فيهم لمدة تلات ساعات. دلوقتي معي اتنين لتر من المية. مية عادية جدا من الحنفية. طب يا اميرة مش انت يقولش عشان نعمل صابون عالي الجودة ودينا شفية كويسة. لازم نستخدم ماء مقتر. ما هو انا النهاردة هستخدم الايديتا. فعلشان كده استخدمت مية من الحنفية. طيب ايه هي الايديتا? هي مادة بتستخدم آآ في تنقية المية وتعتبر معزل للرغوة وبتمنع لتأكسد وبتدخل في حفظ القطعمة يعني بتقلقوش منها خالص وبتستخدم في المستشفىات لعلاج بعض حالات التسامل. الكيلو بتاع الايديتا بتلتميت جنيه. احنا النهاردة استخدمنا تلاتة جرام فقط. بقلبها كويس جدا جدا في المية. وبعدك يا بنزل بخمسة جرام من ملح اللمون. طب يا اميرة انت كنت ايلا ان ملح اللمون بننزل بيه الاول علشان يسهل عملية زوابان التايلوز. احنا النهاردة ما عندناش تايلوز. وهو ملح اللمون ليه وظيف تانية. آآ ملح اللمون آآ بيقلل كتير من مفعول السودا الكوية. وكمان آآ بيساعد على آآ معالجة آآ عصر المية. وبيدي لمعان وشفافية آآ للصابون بتاعنا. طيب نزلت بخمسة جرام وقلبتين كويس قوي قوي في تنين لتر مية وتلاتة جرام ايتا. ومعايا خمسين جرام من السودا الكوية الاشور. لو هستخدم السودا سايلة هستخدم ضعف الكمية ميت جرام. ميت جرام من السودا السايلة او خمسين جرام من السودا الاشور في نص لتر من المية. السودا الاشور تركيزها بيكون تمانية وتسعين في المية والسودا السايلة بيكون تركيزها تمانية واربعين في المية عشان كده دايما بنقول السودا الاشور نستخدمها بنص كمية السودا السايلة. نزلت في آآ نص لتر مية وقلبت كويس جدا جدا وهنزل على الاتنين لتر مية براحة كده علشان خاطر ما ترتشش على ايديكي لان لو لو قدر اللي جت على ايدك هتسبب نوع من اللي التهاب دي صودة يعني صرف ما فيهاش اي صابون ما فيهاش اي حاجة فهتبقى حامية جدا حاولي بقى تكوني آآ لابسك ماما وانتي بتشتغلي في الصودة لو جت على ايدك قطنا كده وفيها خل وامسحي مكان ما جت طيب قلبت كويس جدا ودلوقتي معايا متين وخمسين جرام من السلفونك. اتكلمنا قبل كده عن السلفونك وقلنا ان هو مادة اساسية في صناعة الصابون. ما ينفعش نستغن عنه. والصابون اساسا عبارة عن صودة كويس وسلفونك وبنعدلهم مع بعض. انها بقى لتك سابون والتايلوز واللون والريحة والكلام ده كله بتبقى اضافات. السلفونك سعر الكيلو بيوصل سبعين جنيه. عايزة منه متين وخمسين جرام وجل ما بيكون شفاف كل ما بيكون جودته اعلى. آآ السودة الكوية سعر الكيلو عند بتوع المنظفات مستلزمات المنظفات اللي موجودين في شارع الجيش ومتال باب الشعرية سعر الكيلو اربعين جنيه. طيب انا دلوقتي حفظة لقلب كويس جدا جدا السودة مع علشان خاطر هبدأ قبل منزل ببقيت المكونات. لازم يكون على سبعة. طيب انا دلوقتي طلع معايا على آآ اربعة او خمسة. ليه? بسبب ايه? ازا كانت انا المكونات بتاعتي مزبوطة. بسبب الملح اللمون اللي انا حطيته في الاول. علشان كده يعني لو حضرتك اتعملي الوصفة دي خلي ملح اللمون آآ بعد السودة والسلفونك. بما ان احنا ما استخدمناش تايلوز لكن لو تستخدمي تايلوز يبقى لازم طبعا تحطيه في الاول علشان بيسهل دايما قولنا على الماليد زوان التايلوز في المياه. طيب بما ان هو آآ قليل معايا فجبت خمسة جرام من السودة الكوية كده يعتبر حميدي. فانا محتاجة ان انا ازود نسبة بسيطة من السودة الكوية. جبت خمسة جرام وده وبتهم في نص كباية من المياه وللأسف نزلت با آآ كمية كبيرة. كان مفروض انزل بكمية اقل من كده. بصوا كانت النتيجة ان البي اتشعلي معايا وبقى قلوي يعني الوقتي زي ما احنا شايفين بقى على اتناشر. يعني اذا ان هو يكون غير امن على بشرتي. مش هيخليني عينة ومش هيموت ولا الكلام ده كله عشان الناس بس ما تقلقشي. لا هو بس كل فكرة ان الصابون هيكون حيمي على ايديا. فانا دلوقتي بنزل او درجة حموضة السودة الكوية بتلات حاجات. الخل او ملح اللامون او السلفونيك. بنزل بنسبة بسيطة قوي. طيب زي ما انتم شايفين هو على فكرة لما بتلاقوا الشريط معايا كوميدي لونين ده معنا ان هو المنتج محتاج تقليل كويس. بس فهو دلوقتي يطلع معايا على تمانية. هو المفروض على سبعة. بس يطلع على تمانية ليه? لان لسه برضو الصابون سخن معايا. انا المفروض بعد ما بنزل بالسودة والسلفونيك اعسيبهم حوالي ساعة. طيب انا هتكمل آآ وبعدين في الاخر لو هو لقيته عليه معايا سنة هنبقى نثبطه. طيب نزلت بعد كده بلتك سابون. وقلبت كويس جدا جدا. كل حاجة بنزل بيها بقلب مش اقل من تلاتة اربعة دقيقة تقليل متواصل. المكون بقى النهاردة ان انا حاس تبدله هو الكيمبرلين. الكيمبرلين او الكي دي. ايه هو المنتج ده او المكون ده? هو احد مشتقات زيود جوز الهند. آآ حلو قوي قوي في الزوجة وفي رفع القوام. وهي دي برضو نفس نفس الوظيفة اللي بتقوم بيها وبيستخدم في المطهرات وبيستخدم في الشامبو وفي الهاند سوب. ولكن عيبه ان هو بيرفع درجة القلوية فلازم بخفض الدرجة دي بملح اللمون برضو او السلفوني. زي ما انتم شفتوا كده بعد ما قلبت انا اخدت من الكيمبرلين آآ مية وعشرين جرام. سعره ايه? سعره مية وتمانين جنيه. طبعا لو قارننا سعره بالتايلوز فرق شاسع. التايلوز بربعمية وستين. الكيمبرلين بمية وتمانين جنيه. هيديني رغوة قوي قوي. هيديني لزوجة وحيديني كمان شفافية. وهو منتج امن تماما ما تقلقوش منه. طيب زي ما انتم شفتوا بصوا الكيمبرلين رفع معايا لانه قلتلكوا ان هو يعتبر آآ بيرفع القلوية فزي ما انتم شايفين رفع معايا لحد آآ تمانية او تسعة. طبعا تمانية او تسعة ده المسحوق بتاع الغسيل مش صابون السيل. فانا استخدمت آآ يدوبك بس النص معلقة كده من ملح اللمون علشان خوطر هنزل شوية البي اتش. علشان كده قلتلكوا لما لقيته على تمانية قبل ما حطت كمبرلان. قلتلكوا احنا كده كده هنزبطه تاني. فانت لو حتستخدمي الكمبرلان آآ لازم تبقي عارفة ان انت حتنزلي بتاعة الصابون بتاعك. آآ كل ما حتقلبي كل ما الصابون ده حيتقل معاك. لازم كل مكون تنزلي بيتقلبي مش اقل من تلات دقيق. حرم تبقي مستخدمة المكونات الغالية دي وصابون بمنتهى الجمال والضيع كل ده. علشان خوطر انت ما بتقلبيش كويس. بصوا كل ما بنقلب اكتر كل ما بيتقل قوي انا عايز اقول لكم ان هو كان تقيل جدا جدا تحت ايدي وانا بقلبه. آآ فانا دلوقتي نزلت با آآ اللون بتاعي. اي لون طبعا انت عايزاه. ودوبت اللون في جليسرين. الجليسرين الكيلو بتاعه بميتين جنيه تقريبا برضو بجيبه من عند محلات مستلزمات المنظفات. لان انت طبعا لو جبتيني الصادرية هيكون سعره غالي جدا. آآ دلوقتي لما تيجي تحطي اللون. آآ تحطي اللون والصابون لسه ما تقلش. لو استنيتي لتاني يوم علشان تحطي اللون. هتبصت تلاقي الصابون تقل معاك ويعني هيبقى الصعب ان اللون يختلط بالصابون. تقليبي كويس جدا جدا. ودلوقتي حننزل باقي الرائحة ايزايتية بتاعتنا. معايا خمسة جروم بس. وللأسف هي الكيلو بتاعها وصل لالف وربعمية جنيه بعد ما كان بحمسمائة جنيه وستمائة جنيه. طبعا احنا يعني نستخدم آآ يعني اربعة جرام خمسة جرام يعني ما بنزودش عن كده. وخلي بالك ان هو من الحاجات برضو اللي بيفصل الصابون يعني لو كترت الريحة بتفصل معنا الصابون. آآ استخدمت خمسة جرام وقلبتهم كويس في الصابون. ولازم بركنه ليلة كاملة علشان حاطر آآ يديني الشكل والقوام والزوجة الرائعة اللي انتم شايفينها دي. مهما كانت تكلفة الصابون ده. عمرها ما حتيجي نص تكلفة الصابون اللي انتي جيت تيما بره. انا قلت لكم كل حاجة يعني قلت لكم على اسعار كل حاجة انا استخدمتها. شايفين اللزوجة والقوام عاملين ازاي? عايز اقول لكم حاجة بقى بس ما تتحكوش. انا معزومة اول يوم رمضان على خير يعني ان شاء الله. ولما بكلمهم بقول لهم انا جاي اجيب لكم ايه معايا بقى? تختاروا ايه? هما اللي طلبوا ان انا عامل لهم صابون. بس طلبوا ان هو طبعا يكون يعني اه جودته كويسة. اه انا بحب كده بحب لما اجي يعني اجيب لحد حاجة يكون هو فعلا محتاجها. اه بعين بعنا حاجات اللي بتتجاب وبتتركن. يعني الازاز اللي حضرتكم شايفين هدي انا حطها كده عليها لوجو باسمي علشان انا قلت لكم اخرا ان انا بقيت اه لما اجي ادي هدية لحد بقيت ادي له الصابون بقى اللي انا اه بعمله. بالنسبة للبولة دي فيها اتنين لتر من الميا والحاجات اللي انا كنت بستخدمها. الصابون اللي فيهم بمعادل معلقتين كبار مسلا بتوع الاكل. على اتنين لتر من المياه مدخنين اللي زوجها عاملة ازاي? انا خلصت الفيديو فتاعي. يارب بيكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بدعوة حلوة ولايك واشتراك في القناة.